كما قامت اليوم منظمة قطر الخيرية بتوزيع ما أسمته بسلة رمضان لشرائح ضعيفة في المجتمع المناسبة جرت بالمركز الاجتماعي رقم 9 بالدائرة الثامنة أدم أحمد أدم المعونة الإنسانية التي دأبت منظمة قطر الخيرية تقديمها سنويا للمحتاجين من شرائح المجتمع الضعيفة حطت حزيه المرة بالدائرة الثامنة للعاصمة الجمينة معونة جاءت لتروي عطش وتشبع عجوع الصائمين في حاز الشحر الكريم مناسبة بدأت بتلاوة عطرة بالقرآن الكريم ثم كلمت ممثلة الشرائح الدعيفة والتي قدمت من خلالها شكر الجميع لهذه المنظمة الخيرية ووقوفها معهم في كل المناسبات ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية تحدث ممثلها في حازه المناسبة ليثني على الجهود التي تقوم بها قطر الخيرية لصالح الشعب الشادي أما ممثل المنظمة مدير مكتب شاد فقد ذكر الحضور بنشاط المنظمة في شاد وأعطى إحصائية شاملة لما تقدمه المنظمة هذا العام وتقدر بـ 800 سلة رمضانية للأسر وقد بدعت عملية التوزيع بالأكثر احتياجا من المعاقنة جسديا ثم المكفوفين وكبار السن سلة رمضانية تدم مواد غزائية تكفي لسد رمق أسر كاملة ولمدة تزيد عن 15 يوما ترجمة نانسي قنقر